زي ما انت قريت في عنوان الفيديو كده ده فيديو مش شرط او مش لازم انك تشوفه. فيديو مش معتمد خالص على مونتاج مش معتمد على اي حاجة تماما هم كلمتين حابب اتكلم فيهم واللي عايز يسمع وحابب انه يسمع الكلام ده يسمع واكيد اللي مش حابب يسمع وبيتابع القناة عشان بس الموبايلات وكده فايكون الفيديو ده مش احسن فيديو هو يتفرج علي ولكن الفيديو ده في حد ذاته ممكن يكون مفيد لناس كتير جدا احد محتاج احد محتاج دفع احد عايز يتكلم في حاجة معينة احد بيعاني في حياته وشايف ان هو الوحيد اللي بيعاني او مش مقتنع ان كل الناس بتعاني زيه فانت جيت في الفيديو الصح عشان هتسمع اه التجربة الكاملة بالنسبة لي هنا على اليوتيوب واتعرف كل عاجة عني وازاي بصور الفيديوهات والفيديوهات دي بتبقى على كام يوم بالزبط وكل ده طيب مبدئيا كده فقول الفيديو انا اسمي محمد عدل خلاص كده طيب خريج كلية تربية نوعية سنة الفين وسبعتاشر سن دلوقتي تمانية وعشرين سنة وكنت خريج بتقدير انتياز مع مرتبة الشراف من بكل ولكن كان عادة ما هدش بيشتغل بشهدته انا كانت في يعني كنت دايما مؤتم مجال الموبايلات والتكنولوجيا وكده من وانا في اعدادي فالموضوع عندي جاي بحب طيب اول سؤال دايما وبشوف كومنتات سالبية بتقول ان انا او ان انت رايح لليوتيوب عشان الفلوس مفيش حد بدأ اليوتيوب ما فكرش في الفلوس ولكن خد بالك من نقطة مهمة جدا لو انت داخل اليوتيوب عشان الفلوس بس صدقني مش هتكمل لان اليوتيوب محبط واقول لك دلوقتي اليوتيوب محبط ازاي في بدايتك عامة ما بتكلمش بعد كده لما القناة بتاعتك بتكبر واقول لك برضو بتكبر امتا وبتاخد فلوس كويسة امتا. المهم انك لازم تكون بتحب المجال اللي انت بتقدمه عندك شغف بالحاجة اللي انت بتقدمها دي ومش بس برضو الشغف لازم يكون عندك اصرار وعزيمة وعكزة. بالنسبة لنا الموضوع ما كانش مجرد فلوس فقط. انا لو ما بحبش المجال ده اصاد المعاناة اللي انا شفتها من اليوتيوب على مدار اربع سنين انا بقالي اربع سنين بعمل فيديوهات. فكان زماني وقفت من زمان. ان الفلوس اللي جات لي من اليوتيوب مستحيل تكون قد اللي انا صرفتها. ده مبدئين كده عشان الناس اللي بتتكلم عن الفلوس وكده. الاسبوع اللي فات انا طب تنزلت سبع فيديوهات خلال الاسبوع كل يوم كان في فيديو كان صوتي رايح تماما وكنت تعبان. واغلب اكيد اللي اتفرجوا على الفيديوهات دي او اغلب اللي تابع الفيديوهات دي بانتظام خلال الاسبوع اللي فات هيقول ان انا فضلت تعبان طول الاسبوع عشان كده كان صوتي مش مزبوط في كل الفيديوهات. ولكن احب فاجأك واقول لك ان كل الفيديوهات دي بتتصور في يوم واحد فقط. وهو يوم الجمعة من كل اسبوع. في حاجة اغلبكم ممكن يكون معرفاش. فكر ان انا بعتمد على فلوس اليوتيوب وكده او انا عاعد فاضي بقى وبعمل فيديوهات وكده ان انا بشتغل الصبح وبشتغل بالليل. بشتغل شغل بجد على الارض الواقع. يعني بزل اشتغل في اماكن بعدد ساعات معانى بمرتب. اه الصبح وبالليل وده طبعا لاني كاتب كتابي وعندي مسئوليات والمفروض اني اكون نفسي عشان يتجوز. عشان اعرف اتجوز البنى ادمى اللي اخترتها. بعيدا خلص عن التفاصيل الكتيرة دي. انا عايزك تتخيل معايا كده. حد بيشتغل تلاتاشر ساعة كل يوم متواصل شغل شفتها. عادي جدا يعني بمرتب وكده عند الناس. وفي نفس الوقت بينزل كل يوم فيديو او حريص ان ينزل كل يوم فيديو. تخيل انت لما يبصي لها تعليق سلبي ولا يبصي لها حد مسلا انت بتتكلم عشان الفلوس او تبتع من كده عشان الفلوس او مش عارف ايه والكلام ده. طب انا لو دلوقتي ما باستفدش من اليوتيوب حاجة وتقريبا بصرف من فلوس الشغل اللي بشتغل عنه اللي هو بعيدا خلص عن اليوتيوب فإيه اللي نخليني مستمر على كده. إيه اللي يخليني استنى ربع سنين من عمري وانا لسه بقول لك ما استفدتش الاستفادة اللي هي من اليوتيوب. عايز اقول لك لو اليوتيوب اه مش هقول لك انه ما بيدخلش داخل شهري بس انا لو حسبت داخل شهري اليوتيوب ايه? مية وعشرة مية وعشرين دولار كل شهر مسلا ومش دايما في كل شهور في الصيف بيبقى كل شهرين مية وعشرة دولار ولا مية وعشرين دولار كل شهرين. حسابه انت هتلاقي ان الموضوع مش محصل اي حاجة. بص الكاميرا بكام? بص الاضاءة بكام? بص المايك بكام? بص اللابتوب اللي بيشتغل عليه المونتاج بكام? وكل دي المصاريف انا صرفتها. بص آآ كويس جدا الحاجات اللي انا بعملها من اللي عملت قبل كده لحاجات بتطلع للناس. لا والله انا مش عايز اتكلم في التباصيل دي. بس برضو من ضمن الكلام اللي كان بيستفزني. ان لقى حد داخل انت وصلت الخمسين قال وما عملتش حاجة اللي انت كنت بتقول عليه. لا انا عملت. انا عملت اللي انا كنت بتقول عليه. وانا مش مستني على فكرة ان يعني ان تجي تقول لي انت ما عملتش. انا مش مستني كده. بالعكس. انا يعلم ربنا في يوم ما وصلت على طول عملت اللي انا قدر عليه. في حدود امكانياتي. في ناس كانت رامية تموحها الفوء اللي هو انا هدفع تمسين ستين الف مش كده. انا عملت اللي قدر عليه اللي هو في حدود امكانياتي. اللي هو امكانيات بسيطة جدا على قد ما اقدر في جيري على فكرة مع اضعاف اضعاف او يدر اتحصل على اضعاف اضعاف الفلوس اللي انا بتحصل عليها وما بيعملش حاجة ولا بيجيب سيرة عن الموضوع ده فهي فكرة ان انا حاسس بغيري فكرة ان انا بحاول ان نعمل حاجة حتى لو هو مبلغ بسيط بس انا حسيته عمل انا على فكرة مش ضد الانتقاط خالص لو تخش تقول لي الفيديو ده مش حلو او الفيديو ده انت غلطان في كزا وتتناقش معايا في المعلومات انا معاك تماما ومش ضد دي خالص ولكن فكرة انك تخش ترزع كومنت سلبي تشتم وتعمل دي حاجة مش حلوة انا الحمد لله يعني بنسبة كبيرة اه يعني ما تعرضتش للمواقف اللي هي الشتايم وكده ولكن انا بتكلم في العام انا بتكلم انا واحد بقدم محتوى على ليتيوب انت ما تعرفش عني اي حاجة باني بطلع يهيأ لك ويهيأ لاغلب الناس اللي بتتفرج اني باخد فلوس كتير من ليتيوب واني عايش من ليتيوب واني موبايل في ايدي من ليتيوب وغيره وخيره وبتاع الحقيقة مش كده ما تبصش للمظهر في ناس كتير ممكن يكون موسك موبايل فخم قدامك ممكن يكون موسك حاجة ولكن يكون ده ركب عربية فخمة قدامك ويا مش بتاعته ممكن يكون موبايل في ايده ده مش بتاعه ممكن يكون واجاب الموبايل ده عمي عنه فيديو فمش كل معينك اللي تشوفه تصدقه او مش كل حاجة تشوفها بعينك فهي ده الحقيقة ممكن يكون شخص ماشي قدامك وسليم انت شايفه سليم قدامك وكل حاجة ولكن ما خافي اك انا اعظم تحت الهدوم ممكن يكون عنده مشاكل ممكن يكون مريض صحيا وانت ما تعرفش صحيته صحيا هو متبهدل بس انت اللي شايفه قدامك ايه بنا ادم لابس هدوم واحد راكب عربية وانت ايش هرافك ان هو مش تعبان في حياته خلاصة الفيديو ده انا عامله عشان اقول لك الخلاصة من الاخر كده مش اي حاجة بتشوفها قدامك يبقى الحاجة يبقى صاحب الحاجة دي عايش كويس او موسوط او الكلام ده كله كلنا عندنا مشاكل كلنا فينا اللي مكافينا كلنا اغلبنا عايز يوصل لهدف او لحلم معين فعشان توصل لهلمك انت اكيد بتعاني فيه عشان توصله فمتى انا كان انت الوحيد اللي بتعاني انا حابب اقول لك لا تماما انا حاجت لك القصة انا بدأت على يوتيوب ما كانش كنت انا ومحمود حضيك اللي هو تقريبا دلوقتي قاعد ورا الكاميرا اساسا كان الاول بيطلع معي ولكن حصل ظرف كده يخص شغله وما بقاش بيطلع تماما لا كان عندنا مكان ولا كان عندنا كامرة ولا كان عندنا ولا كان في اضاءة ولا لدرجة ان احنا كنا بنشتغل بكشاف كهرباء من عند كهربائي ومايك تعبان كان بيسجل مونو كان بيسجل واحد بس ما كانش حتى بيسجل الاتنين يعني اللي بيسمع في سماعة سماعة الازم العادية التلاتة ونص هيسمع في طرق واحد مش في الطرفين ومع ذلك بدأنا ان احنا نحوش من فلوسنا الخاص والله العظيم كان من فلوسنا الخاص ما من اليوتيوب تماما لان اليوتيوب مده استلش فلوس غير بعد سلاتين سنة ولص واشترينا الكاميرا وبعد كده اشترينا الاضاءة مع الوقت وقدرنا نحوش ارشان بعد كده واحدة واحدة قدرنا نجيب واحدة واحدة مش عارف ايه وهكذا وصلت مشت كده يعني اللي عايز اوصله وكانت فيه فلوس كتير يعني كنا بنوفرها من من مصارفنا احنا ومن شغلنا عشان نقدر نطور حاجة او نعمل حاجة مش انت اكتر واحد ممكن تكون بتعاني في حد ممكن يكون بيعاني اكتر منك انا مسلا كلمتك عن تجاربتي دلوقتي وفتفضت معك وقلت لك اني بشتغل تلاتاشر ساعة فعلا ده شغل حقيقي بجد بمرتب عند الناس وفي نفس الوقت بحاول اموت نفس طول اليوم عشان اقدر انزل لك الفيديو اليومي اللي ببقى مستني من حضرتك الدعم وكلمة حلوة وتشجيع على اللي انا بعمله وقلت لك كمان ان من ضمن الحاجات اللي ممكن تكون غايبة عنك او مش اخد بالك منها ان كل الفيديوهات دي بتتسجل في يوم واحد اقسم بالله العظيم اليوم الفيديوهات دي كلها في يوم واحد السبع فيديوهات اللي بتشوفهم خلال اسبوع دول كلهم متصورين في يوم واحد انا فعلا كنت تعبني الاسبوع اللي فات ولكن كنت تعبني يوم الجمعة والسبب بس انت متهيئة لك ان انا فضلت تعبن لان كل الفيديوهات كانت بنفس تون الصوت اللي انا كنت تعبان فيه. طبعا ده اكيد بفضل ربنا اكيد ان انا خفيت وبفضل برضو دعواتكم والناس المخترمة الكتيرة جدا اللي دخلت الف سلامة عليك وسألت انتو على دماغي من فوق انتو احسن ناس. خلاصة الفيديو انا مش بلطاكة حد. مش عايز اجي جنب حد ولا عايز ازم في حد ولا عايز اتكلم عن حد. حاول على قد ما تقدر ما تزلمش حد. ما تحكمش على حد وانت ما تعرفش حياته عاملة ازاي? ومش معنا ان حد ركب حاجة او معا حاجة مش معاك ان حياته احسن منك. لا تماما في حاجات كتير مختفية انت متعرفش عنها حاجة. في اسرار كتير انت متعرفش عنها حاجة. اليوتيوب مش واو فلوس ودولارات والهبل اللي بيتقال ده كله. اليوتيوب محتاج تعب. محتاج سنين. انا بقى لاربع سنين. ومازلت مش قادر اعتمد على اليوتيوب كمصدر داخل رئيسي. كلامي واضح. بيجي فلوس? اه بيجي فلوس. ولكن ما اقدرش اعتمد على ان نعيش منه كمصدر داخل لان داخله قليل جدا. يا كد يكون تلات تلاف جنيه بالمصر في الشاء. لو انت بتتكلم تلات تلاف جنيه انا معايا واحد صاحبي. كمان يعني المفروض ان احنا اتنين لو هنقسم علينا تلات تلاف جنيه ده قل لي هنصرف ايه ولا اللي هنعمل ايه? دول كده كلمتين كده كانوا محشرين جوايا كده كنت حاببوا فطفض معكم فيهم. اكيد طبعا في اخر الفيديو ما تنساش اللايك. شارع على حد ما تقدر عشان لو في اي حد بيسعى الحلمه او عايز يكمل في حلمه. ياريت يعني الفيديو وصله ويسمعه للنهاية وياريت برضو لو اي حد من صاحبك من النوعية اللي هو بيشوف الناس بالمزار كده بيتخدع في المزار ومو كده ابعت له برضو الفيديو ده العالة وعسى يستفاد. اكيد لو عايزنا نكمل في سلسلة من النوعية دي ان احنا كل فترة كده اعمل فيديو ونتكلم مع بعض فيه باستفادة بنخرج عن جوه الموبايلات شوية كل فترة كده فتحت الفيديو في كومنت وكتب لي وكالعادة انتظرني فيديو جديد من قرارة فيديو خاص بالموبايلات وسلام.